بتعمل ايه يا متحك؟ مسافر مسافر؟ مسافر فيه؟ أوروبا أيوا فيني يعني؟ مقدرش هقولك دلوقتي يا عمدي أصليها لفة على كذا دولك آه هتتفسح يعني؟ شغل انت عارفة ان انا بعمل مصنع تجنيع عربيات هناك مصر طب وهتغيب كتير يا دنايا؟ كلها يومين يا عمدي أبوك عارف؟ عارف خلي بالك من نفسك يا متحك أو هيا دنايا حد هناك يتحك عليك بيقولك اشرب ده ولا شم ده؟ اوعي يا دنايا الشيطان يوزك وتعمل حاجة وحشة عمدي أنا مش عايل صغيرة عشان حديت حكي عليك ما تقولش كده يا متحك ما يقع إلا الشاطر ما تخفيش أنا بس اللي مزعلني حاجة واحدة بس حاجة ايه؟ إنك هتوحاشيني قوي عمدي أنا عمري ما شفت حنام في الدنيا زي حنانك يمكن ساعات كنت بزعل منك لكن برجع وأقول معلش ده من خوفها عليك هل بلك من نفسك يا دنايا؟ في حاجة كمان عايز أقولها لك يا عمدي حاجة ايه يا حبيبي؟ عايز فلوس؟ فلوس ايه يا عمدي؟ انت اتتيني حاجة كنت طول عمري بأدور عليها اتتيني إحساس الأم لو قد تفتكري إن أنا جبل أو جاملت أنا إنسان زي أي إنسان بحتاج صدر أم يا عيط عليك عميتي أنا تربيت في بيت ما فيهوش أم فاهمة يعني إيه ما فيهوش أم؟ آه يا دنايا فاهمة ساعات بحس إن أنا بحب أمي قوي لكن لكن عمري ما عرفت يعني إيه ابني يحب أمه لكن أكيد بحبها أكيد ليه وإزاي أنا ما عرفش باجع لي我跟你 نفسك يا دنايا باجع لي بالتنفسك يا دنايا زوجك بـürü WASش يد بحيرة عمدي باجع لي بالتنفسك يا بدنا وترجع لي 105 سنة ما يا دنايا لا يحميك يا رب يا نان اشوفوشك بخير يا بابا خلاص ماشي يا ابن اه يا بابا خلي بالك من نفسك ما تأخرش ما تأخرش عشان عشان يعني انت عرف الشغل محتاجك يعني ايه يا بابا انا الحمد للعقود وارجع على طول خلي بالك من نفسك مع السلام يا ابن